الآن ربما له عبارات في المذكرات لعلنا نريد أن نقف عن بعض هذه القضية مثلا السلام الذي لا يرتكز على قوة تحميه لا يدوم هذا المعنى أكد عليه كيسينجر دعنا نستمع إليه في هذا المقطع المذكرات وبقدر ما يكون الردع فعالا بقدر تعاظم الرغبة في دوام السلام خوفا من اندلاع حرب وليس بدعا أن تتضاعف التحركات السلمية عندما يظهر السلام متوطدا لكن إذا كان الردع فعالا بحق فمن الخطر علينا تبديد القوى والمعطيات التي يرتكز عليها هذا السلام يعني كأنه يريد أن يقول إذا أردت السلام فاستعد للحق هو كأنه يترجم قول أبو القاسم لا عدل إلا إن تعادلت القوى وتصدم الإرهاب بالإرهاب هذا أبنى توازن القوى توازن القوى هذه الحقيقة هنري كيسينجر إذا استطعنا أن نقول إن فلسفته تتركز على معنى معين فهو هذا المعنى معنى إن السلام لا يتحقق إلا عند وجود التوازن وله عبارة أكثر من هذا صراحة أيضا في مذكراته كأنه يقول فيها إذا كان التاريخ يعلمنا شيئا فهو أنه لا سلام بلا توازن ولا عدالة بلا تكافؤ وما من أمة يمكنها أن تسير في العالم بدون بصلة أخلاقية تحدد مساراتها وتواجه بها اختياراتها وتعطي بها لتضحياتها المعنى الملحمي يعني لابد من العقيدة وهذا أيضا موجود عند غيره من فلسفة التاريخ بس أنا أعيز أقول إن الكلام ده صعب تقرى في مذكرات السياسيين طيب ربما السياسيين معلوم عنهم أنهم يبنون الكلام كله على برغماتية مصلحة ولا وجود للأخلاق ولا القيم صحيح ومنطق القوة فقط منطق القوة فقط ولكن لذلك أقول إنه حين يكتب أيضا بعقلية المؤرخ الذي لا يترك السياسيين هو على فكرة فائلسوف لكن فائلسوف من المدرسة الواقعية التي لا تحلق في الأحلام ولا تبني تصورات بعيدة يعني فهنا هنري كاسينجر كتب مذكرته دي سنة 79 هي طبعا منشورة بعنوان سنوات البيت الأبيض أصدي في نسختها الإنجليزي يعني 79 إحنا بنتكلم ما زالت الحرب الباردة قائمة وهو بيقول إنه الذي أطال الذي أطال زمن السلام بين القواتين الدوليتين الكبار حد سوفيت الأمريكا هو كون إن الاثنين يمتلكوا السلاح النووي والردع النووي هذا الذي يحافظ على استمرار السلام هو هو هذه الفكرة التي ركز عليها في رسالته للدكتوراه في سياسة القرن التاسع عشر وهو دي الفكرة التي تنطلق منها كتابه في النظام العالمي الدولة الوستفالية أن الصلح الوستفالية دا كان هو الصلح الأساسي المركزي الذي وصلت به أوروبا إلى محاولة توازن القوة فكلما خرجت دولة على هذا النظام الوستفالي كلما أثارت مشكلة وخراب وعاد عليها بالضرر حاول نابوليون يعملها فعادت عليه بالضرر وأوعيدة وهزم حاول هتلر يعملها فبرضو أعيدة فهو مسألة التوازن هذه مسألة مركزية عند هو هنا بيستخدمها في إيه بيستخدمها في الرد على من يريدون التخلص من السلاح النووي يقول لهم لا إحنا من الخطر أن إحنا نتخلى عن القوة التي هي أصلا أنتشد السلام يعني لو لا وجود التوازن في القوة ما كانش ممكن يستمر هذا السلام وهذه هي النظرة ولذلك كان مقرر مادة في المجلة السهولة الدولية حول مواجهة المادة السيوعي بدون حرب نعم كان مقررا لهذه المادة وكما قلنا كان مع 30 أو 40 باحث آخر